مرحبا ثلاث شغلات بيستاهلوا انه الواحد يرد عليهم او يناقشهم من خلال فيديو اليوم وهي الشغلات مرتبطة بايران اول شي الحديث اللي عم يتصاعد على انه الرد الايراني بات قريبا جدا وهذا الرد حسب الكلام اللي عم ينحكى واللي عم يحكوه اصلا يعني واضح جدا جماعة الممانعة انه بحيكون رد هائل وعنيف جدا وقاسي جدا وسيلقم الاسبائيليين درسا لن ينسوه ابدا هذا الكلام طبعا فضلا على انه طابع دعائي وترويجي لايران لكن نحن بنعرف انه الاشياء ما بتنحسم بالكلام وما بتنحسم بالدعائي اللي بيفكر بهذه الطريقة هو بيكون شغال على عقلية انشائية عقلية بلاغية لا تفيد ولا تثمر شيئا تجاربنا السابقة يعني كسوريين وعرب مع الدولة الايرانية مع دولة الخامنئي بتقول انه الجماعة جماعة تحكي فاضي لكن هنه ما بيستبسلوا الا على الابرياء الا على الناس الضغفة لهيك نحن بنعرف وعننا يقين شبه كامل على انه عملية الرد الايراني لن تكون يعني افضل من سابقتها واللي كانت فعليا هي العاب نارية ما تأثر الكيان فيها ابدا ويبدو انه الجماعة حسموا امرهم واشتغلوا بنفس الطريقة اللي اشتغلوا فيها سابقا مع ترامب يوم ردوا على مقتل سليماني بانه نخبروا الامريكيين بانه رح نضرب بالمكان الفلاني والفلاني ولا تخافوا ما رح يكون في ضحايا امريكيين هذا الشي تكرر بالرد السابق على اغتيال ضباط الحرس السوري بدمشق شفنا انه العملية كانت العاب نارية ما اثمرت على اي شيء ممكن يقنع بانه الجماعة فعلا جديين بمحاربة الكيان هلا هاي اول نقطة يعني بتستاهل ان الواحد يحكي عليها مرتبط بهذا الامر الشيء الثاني اللي بدي احكي عنه وهو تعليق كتبه احد الاشخاص على فيديو سابق حكيت فيه انا عن ايران الرجل عم يقول انه هدول الايرانيين هلا حاليا عم يدعموا الفلسطينيين ولكن انتو العرب حكونا انتو شو عملتوا مشان القضية كمان هذا الكلام مرتبط بالبلاغة ومرتبط بالكلام ومرتبط بالتفجوات اللغوية اللي واضح انه جماعة ايران من العرب شاطرين كتير فيه وعم يصدروا هون وهون انا بس بدي جاوبك يا اخي العزيز اللي حكيت عن دور العرب من عام 1948 دخلت الدول العربية بحرب مع الكيان من اجل الحق الفلسطيني خاضت الحرب وهزمت في الحرب وكانت الخسائر كتير كبيرة ليش هزمت بالحرب هذا امر اخر بقيله علاقة بالوضع الداخلي بالبلدان العربية بعدها خاضت الدول العربية كمان عدة حروب ودعمت خيار المقاومة الفلسطينية والاثمان اللي دفعوها العرب وعلى وجه الدقة دول الطوق كتير كبيرة يعني العرب من يوم يوم هن حاطين القضية الفلسطينية اساس بيشتغلوا عليه هلأ النتائج اللي صارت هي نتائج اكيد ما بح تقنعك ولا بح تقنع غيرك لكن الجماعة العرب الحكومات العربية اشتغلت ضمن مبدأ انه هي عم تشتغل بالممكن هلأ الموضوع المرتبط بالقضية الفلسطينية انعكس بشكل مباشر على الوضع الداخلي بهي البلدان وصلنا لمرحلة منقول فيها انه لا يمكن تتحرر فلسطين الا اذا تحررت الشعوب العربية المحكومة من قبل الطواغيت ومن قبل الانظمة الدكتاتورية اللي موجودة في المنطقة واذا كمان حبيت تعرف اكتر القضية الفلسطينية كانت جزء اساسي من برنامج ثورات الربيع العربي اللي حاولت انه تعمل تغيير في المنطقة لصالح الحريات ولصالح انه هاي الشعوب مضل قراراتها معلقة بايد شخص او شخصين او ثلاثة مرتبطين من تحت الطاولة بمراكز القوى وبيشتغلوا لخدمة سياسات القوى العظمى بالمنطقة على هذا الاساس ما فيك تجي تقولي العرب شو عملوا لحد الان نحنا عم ندفع ضريبة الى علاقة بالقضية الفلسطينية وهي مانة منية من العرب لانه الفلسطينيين عرب وهن اخوة لكل الشعوب الموجودة في المنطقة وهذا الكلام مانو انشائي لانه بسوريا تحديدا الدم الفلسطيني صار مثله مثل الدم السوري لا بل امتزجوا مع بعض بمخيم اليارموك ومخيم فلسطين وبكل المخيمات اللي واجهت لما انتفضت سلطة بشار الاسد وسلطة الميليشيات الشيعية الايرانية اللي اجت لتدعم هذا الدكتاتور على هذا الاساس يفضل انك انت ما تحكي بهذا المنطق وتروح تراجع نفسك وتشوف قديش انت مضحوك عليك من قبل الدعاية الايرانية اللي ما بتوفر شي بتستغل اي شي مو من اجل غايات ممكن تتحقق انما لغايات وهمية اسطورية اصلا موجودة فقط برأس الولي الفقية وهذا الشيء الثالث اللي بدي احكي عنه اليوم انتو بتعرفوا انه فيه امبراطوريات طلعت وانتهت منها الامبراطورية القيصرية الروسية بدروس التاريخ المدرسي كانوا يعلمون انه القياصرة كان عندهم حلم بالوصول للمياه الدافئة شو يعني المياه الدافئة؟ يعني بشكل اساسي البحر الابيض المتوسط اللي هو مركز تلاقي كل الحضارات ومطمع لكل القوى المتنفذة بالكوكب وهذا الحلم ورثوا البلاشفة لما اسسوه دولة الاتحاد السوفيتي الوحيد اللي منحهم هالفرصة هو حافظ الاسد عطاهن مركز على المتوسط من اجل صيانة السفن بطرطوس ولما ثار الشعب ضد بشعب الاسد كمان من اجل انه يدافعوا عنه عطاهن قاعدة حميمين ضمن الصفقة اللي بتبى قاسم سليماني واللي قدت للتدخل الروسي بمجريات الحرب حرب سورية واللي قدت في المحصلة الى بقاء نظام بشعب الاسد يعني الجماعة حققوا حلمن الاسطوري بانه هن يكونوا موجودين على المتوسط كقوة وطيارات وسفن الى اخره لكن بالمقاييس العسكرية الحالية وبزمن الصواريخ عابرة للقارات والصواريخ الباليستية يعني ممكن هاي القاعدة يتم استيادة بسرعة هذا في حال صار في حرب عالمية يعني الهدف هو هدف سهل قاعدة حميمين بالنسبة للقوة العسكرية اللي ممكن نتواجه الروس ما رح تكون مشكلة كبيرة خاصة انه احنا عم نشوف حتى حاليا ضمن الحرب الحرب التقليدية كيف انه الروس ما عندهم هالقوة الفضيعة بحيث يحموا حالهم حتى على الاراضي الروسية وشفنا من يومين كيف الجيش الاوكراني دخل لمنطقة كورسك واحتل منطقة نسبيا هي واسعة ضمن الاراضي الروسية هل الروس فقط عندهم هذا الوهم؟ عندهم حلم امبراطوري بانه يكونوا هنه امبراطورية وعندهم مركز متقدم بالمياه الدافئة على شاطئ المتوسط اكيد لا اول حدا يفكر بهي الطريقة وواضح تماما انه هو عنده هاجس امبراطوري هاجس فاضي من حيث المضامين سوى انه هو له علاقة بالبلاغة وعلاقة بالتشدق والاحساس بالقوة هو الخامنة اللي صار له هلأ عشرات السنين عم يشتغل على انه يمدد ايران بالاقليم لتكون قوة عظمة قوة عظمة مسيطرة سياسيا وربما عسكريا على اربع بلدان على العراق على سوريا على لبنان على اليمن لكن من الناحية الفعلية كل قوة ايران هي يعني العنجة هي بتسقط بليلة ما فيها ضو ونحن بنعرف انه يوم بيكون في قرار بانهاء هذا الوجود الايراني ممكن يتحقق ولو بشكل جزئي يعني ممكن تسقط ايران باليمن ممكن تسقط ايران بلبنان ممكن تسقط ايران بسوريا وكذلك الامر في العراق هلأ بحيجي حدا يقول لي لا هذا الكلام مو صحيح بقول له لا صحيح لانه فعليا ايران هي قوة احتلال غير مرغوب فيها حتى من قبل دول الاقليم ومن قبل القوى العظمة طيب هذا الحلم الامبراطوري عند الخامنائي شو مقوماته؟ يعني هو شو ممكن يعمل؟ هل ممكن انه تتيسر المصالح الايرانية في الاقليم؟ ايران ما عنده شيء تبيعه وتشتري فيه بالاقليم يعني هي اصلا كبلد صناعي بلد ضعيف ولا ترقى لمستوى دول اخرى يعني هي مانا مثل السعودية مانا مثل تركيا حالتها الاقتصادية كتير تعباني والنفط هي بتقدر بتبيعه لامريكا وبتبيعه للصين ولدول تانية عن طريق الناقلات اذا كان عندهم حلم انه يمدوا خط نفطي من ايران للمتوسط هذا الامر ما بيحتاج تدخل عسكري انه ما بيحتاج الاتفاقيات ونوع من التوازن الاقليمي اللي ممكن يسمح بهذا الشيء الشيء الوحيد اللي بتبيع وتشتري فيه ايران مع نفسه هو هاي الاوهام اوهام انه هي قوة امبراطورية اوهام مانا موجودة غير برأس جماعة الخامنئي والحرس الثوري يعني جماعة مفترضين انه هن قوة عزمة موجودة في المنطقة يعني بيقدروا يهاجموا الكيان بيقدروا يفرضوا ايرادتهم على بعض الحكومات في المنطقة والجماعة هلأ حاليا حسوا بانه اكتملت يعني صورة الامبراطورية من خلال قاعدة عسكرية على المتوسط اليوم في تقرير على موقع تلفزيون سوريا عم يحكي عنها على انه هاي يعني مكان متقدم للجيش الايراني برجع بقول انه كمان بالمقاييس العسكرية هاي القاعدة ما الى قيمة لانه ببساطة ممكن قصفة وتم قصفة وربما ستقصف بالايام القادمة يعني اي حدا عاقل اي حدا براسه مخ عسكري بفكر بانه هاي الشغلة ما لا لزوم وما في داعي تكون موجودة بس لكن الجماعة مصرين انه يعملوها مشان يشبعوا احساسهم بانه هنه صاروا قخوياء مشان هيك هاي التجارة اللي عم تبيعوا تشتري فيها ايران تجارة البلاغة والاحساس بالقوة هاي ما بتنطلي على الناس اللي بتفكر انه مبتنطلي على رعاع وسوقا بيظنوا حالا انه هنه يعني جنود مجندين لصالح الولي الفقيه اذا عجبكن هذا الكلام يا بيت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتوزعوا الفيديو على الناس المهتمين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة